طيب يا مولانا دلوقتي سيدنا النبي كان الخادم بتاعه بيقول ان هو لم يقل لي ما فعلت ولي ما لم تفعل قط فاحنا ما بنامل مع الناس كده مش بنقولهم لي ما فعلت ولي ما لم تفعل بس بنعملهم بالرحمة فبنعملهم مثلا ان هو هيشتغل ثمان ساعات فخد بريك في الثمان ساعات ده اقول طيب يعني بتعمل كأن احنا يعني عايزين حدام معنا كده فبيحسوا بقى ايه ده طيب ده مش هيقول لي حاجة لو اتأخرت شوية مسلا في الاكل ده مش هيقول لي حاجة لو بدل ما اعمل عشر قطع اعمل خمسة اصلانا تعبت اصلانا اتأخرت اصلانا مش عارف حصل لولادي ايه ويدخلونا بقى في حوارات حياتهم زيادة عن اللزوم يعني بقينا صحاب بقى خلاص فالنبع السلام لما لم يسأل انس انس شالهالو جرميلة فردها في صورة الالتزام واقصى حاجة انه راح يلعب مع العيال شوية مرة فتأخر عليه فقال له ارهقتني فنزلت الكلمة عليه منزل شديد انك ارهقتني يعني زعل من نفسه واحفظها طول عمره وايه وبلغها للامة اذا اذا كان في حد زي اناس نعمل زي سيدنا رسول الله لكن ما فيش حد زي اناس يبقى على طول من شدة الحزم لا من شدة الحزم فكانت تملي سيدنا عمر بن عبدالعزيز سيدنا عمر يعني يجيه بعد يجيه للصحابة لكنه كان مكتهدا وكان عابدا وكان تقيا رضي الله تعالى عنه حتى سمي بخامس الخلفاء الرشدين يقول عبارة تحل لنا الحكاة دي اليحدث لكم من الامر بقدر ما تحدثون كل ما هتسيبوا شيء من الخير من الوعي من الفهم هيشدد عليكم لانه احنا عايزين نصل الى نتيجة عايزين نصل الى عمارة عايزين نصل الى نجاح عايزين نصل الى رضا الله فاصبحت مثلا يضرب وينسب الى سيدنا عمر ابن عبدالعزيز يحدث لكم من الامر يعني الحكاة تتغير والاساليب اللي هي النبوية الراقية دي اللي كانت مع واحد راقي زي انس بن مالك بتفرض علينا ان احنا نبقى زي انس ما بقناش هتتغير الحكاية وهتفضل لكن الاطار العام يا عايشة ان الرفق ما دخل في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه تملي بنفتكر ان احنا مكلفين بالرحمة وبالرفق في الاداء وان التبسم في وجه اخيك صدقة نعم